السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في الفيديو الأول من سلسلة تحقيق البانات على الإكسل مبادئ Power Query أو PQB السلسلة دي هتتكلم على Power Query وده الفيديو الأول PQB00 والفيديو ده هتكلم على هيكل والموضوعات اللي هيتم مناقشتها في خلال السلسلة دي الموضوع الأول أو مجموعة الفيديوهات الأولية هتكون مقدمة لل Power Query وحتتكلم على ثلاث حاجات ليه نستخدم Power Query موجودة فين جهة الإكسل Power Query وكمان هنبدأ نتكلم بشكل عام على محرر Power Query أو Power Query مجموعة الموضوعات التانية هتكلم على مصادر البيانات مصادر البيانات دي ممكن تكون ملفات Excel ممكن تكون CSV أو Text Files وكمان في مصادر بيانات كتيرة جدا متنوعة ولكن دي اللي هنركز عليها في السلسلة الأولى ما تنساش دي مبادئ Power Query هيكون في سلاسل أخرى بتتكلم على Advanced Power Query بعد لما نخلص السلسلة دي مجموعة الموضوعات التالتة هتتكلم على تحميل البيانات إلى هنودي البيانات فين؟ جبنا البيانات من مصدر طب هنوديها فين؟ عندنا حاجات كتيرة ممكن جدول أو Excel Sheet يعني Excel Table أو Excel Sheet ممكن كمان Pivot Table أو Pivot Chart جدول محوري أو مخطط محوري وكمان ممكن أحمل البيانات على ال Data Model مش هنخش Deep قوي في Data Model في السلسلة دي ولكن هنعدي عليه وهنستخدمه وهنشرح فيه حاجات بسيطة المجموعة اللي بعد كده وديه الأهم وديه أكبر جزء في السلسلة وهي Power Query as a Data Transformation Machine أو Power Query هو آلة لتحويل البيانات والموضوعات هنتكلم فيها في الجزء ده هيكون التعامل مع صفوف والأعمدة داخل ال Power Query هيكون أنواع البيانات سواء كان تاريخ أو نص أو رقم هيكون كمان إزاي أعمل إضافة وتحديث أو أعمل Append هنعدي على المرج وناخد ال Basics بعد المرج أعمل إزاي دمج لأكثر من Query أو Merge Queries والحاجة الأخيرة في المجموعة دي هتكون تلخيص البيانات بوسطة Functionality اسمها Group Buy أو وظيفة اسمها Group Buy والجزء الأخير هتكلم على إثراء البيانات أو Data Enrichment وده هيكون بيتعرض لإضافة عمود أو إضافة صيغ ومعادلات وآخر حاجة ال Query Management إزاي أتعامل مع Queries بتاعتي وهنعدي فيها على حاجات زي إزاي أعمل Duplication لل Query إزاي أقدر أعمل Reference لل Query إزاي أقدر أغير السورس بتاع Query أو أستخدمها في أكثر من Project الحاجة التي أعزنا نتكلم فيها النهاردة هو الاستراتيجية بتاعت السلسلة دي هتشتغل إزاي سلسلة ال PQB دي هتشتغل كالتالي هتكون مقاطع فيديو نسبيا مش طويلة هنحاول نلتزم بي متوسط 10 دقائق لكل فيديو المواضيع هتكون موضوع واحد في كل مرة هنحاول نحن ما ناخدش أكتر من حاجة في الفيديو الواحد نمط الشغل هيكون عملي أكتر منه نظري هيبقى فيه دايما مثال أو مشروع صغير بنحاول نقفله أو نخلصه فيه خلال الفيديو مش كده وبس كل فترة بنعدي جزء معين هنجيب مشروع أكبر شوية علشان يغطي الجزء اللي احنا خلصناه وطبعا ده بيكون أفضل لو بيكون مثال متكامل طبعا بيدي understanding أكتر وبيفتح أفكار أكتر للمتلقي طبعا في ساعاتها هتستحملونا شوية هنعدي طبعا لعشر دقائق هيكون حاجة أطول من كده شوية كمان الملفات كالعادة هتكون مرفقة تحت كل مقطع من مقاطع الفيديو يعني ممكن تعمل download الإكسل تتفرج عليه ممكن تpractice كله لناه ممكن تستخدمه بالشكل اللي انت عايزه حتى في شغلك انت أو في أي حاجة انت عايزها كمان المتوقع أن احنا نعمل حوالي 15 إلى 20 مقطع فيديو في خلال السلسلة دي طب بعد كده هنعمل إيه هنخش على الخطوة التالية لو هيكون power query مستهى متوسط أو أنا أو ال call it يعني power query intermediate هنحاول نخش تاني على نفس الموضوعات اللي نقشناها ولكن بشكل أعمق ويناخد أمثلة أصعب وحاجات زي كده وقبل ما أسابكو لو سمحت لو انت مش مشترك في القناة لو سمحت اشترك اعمل لايك للفيديو واسب لي تعليق لاني بستفيد جدا من الفيدباك بتاعكو أتمنى ان شاء الله تكون سلسلة كويسة جدا تستفيدوا بينها وشوفكو في الفيديو الأول PQB01 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته